اشتركوا في القناة قوة دفاع البحرين أسمائت التهني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين التي تتزمن ذكرى تأسيسها مع منجزات كبيرة حققتها على مختلف المستويات بفضل ما أوله جلالتهم رعاية واهتمام كبيرين منذ إشراقة الضوء الأول لهذه القوة بقيادة جلالة الحكيمة حافظه الله ورعاه وجدد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة العزيزة لجلالة الملك المعظم العهد والولاء مؤكدا الحرص الدائم على تنفيذ توجيهات جلالته السديدة بما يخص تطور وتعزيز قدرات قوة دفاع البحرين مؤكدا لجلالته أن جنود جلالته سيظلون على العهد مخلصين لوطنهم حامين مستبسلين ولراية الحق رافعين وخلف قيادة جلالته الحكيمة للغالي والنفيس باذرين دعيا سموه الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبة ووطننا العزيز ينعم بالأمن والاستقرار وأن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويجعله ذخرا لمملكتنا الغالية وأبنائه الكرام وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عرب جلالته فيها عن بلغ الشكر ووافر التقدير والاعتزاز بتهنية سموه الكريمة بيناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين درع الوطن وحصنه الحصين التي أصبحت اليوم قوة وأهلة ومدربة ومسلحة بأحدث الأسلحة والتقنيات للذود عن حياض وطننا العزيز وحماية منجزاته الحضارية موربا جلالته بهذه المناسبة العزيزة لسموه ولجميع منتسبي قوة دفاع البحرين من قادة وضباط وجنود وأفراد عن خالص التهن والتبركات مقرونة بمعاني الشكر والتقدير والاعتزاز مستذكرا جلالتها الدور الكبير لسموه في تعزيز قدرات هذه القوة العتيدة وتطويرها بما عزز كفاءته وجاهزيتها الدائمة وأسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة سيلا جلالتها المولا تعالى أن يحفظ سموه وأن يمتعه بمنفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاه لمواصلة مسيرة الخير والنمائي لوطننا العزيزة ترجمة نانسي قنقر